شباب أسمعوا مني هالكلمتين أولاً أبدأ بالفيديو الرائع جد شباب أشكركم من جواة قلبي شكراً كتير كتير لكم عن جد شباب أنتوا أسطير آخر كم فيديو نزلناهم كان الدعم كتير كويس من ناحية اللايك ومن ناحية المشاركة ومن ناحية التعليقات شكراً كتير كتير لكم هذا شيء سجعني أني أتمع بعطيكم شدات PUBG موبايل مجاناً وعطيكم أكواد PUBG مجانة فلذلك يا شباب أشفت أنت هذا الفيديو وعملت لنا لايك انزل تحت بالتعليقات وكتب لي الـ ID تبعك واسمها في PUBG رح وزع خمس أكواد كل كود فيه وستمائة شدة للمتابعين هدية مني لكم يا شباب على دعمكم الخرافعة بصير بس بشأن تكون انت عمل لايك وشكراً كتير لكم مرة تانية اليوم يا شباب معنا الفيديو تم اختراق السيزن الثالث رح نستعرض اليوم الإسكنات الأسطورية اللي رح تكون معنا في السيزن الثالث مع تحديثة نام بونت ثمانة مع اللوبي مع كل شي يا شباب اتمنى ما يكون شطت جونالي خلينا نتروح على الفيديو الرائع يلا يا شباب خلينا نتروح إلى الفيديو أول شي يا شباب خلينا نشوف الماب الاكتب من رائع عنا 2 ماب يعني صورتين شباب كتير رائعات واناكم رح يكون بتحديث 2.8 في عيد الهالوين طبعا عيد الهالوين حمالنا علىه فيه يا شباب بس لحد اصلاح اللي بصير فيه داخل بابجو موبايل كتير حلو يا شباب مت ما يكون ملاحظين طلعوا يا شباب في عنا هذا الماب الرائع والله انا استعرض لكم من داخل الماب الجديد اللي رح يكون فيه هو مود الزومبي اللي حكينا عليه طلعوا شباب الماب الجديد وخلينا نحن نشوف طلعوا شباب هذا الماب الماب كتير حلو جدا رائع طبعا معنا ماب تاني شباب فينا ماب تاني خلينا نشوفه طبعا هذا الماب التاني يا شباب له حدث رح نحكي عليها بفيديوهات مفصلة وطبعا هذا الماب ما يكون شيفين شباب ماب ميثك. يعني تخيل انت ماب ميثك شباب. هذا هو معنى هذا الماب اللي يكون معنا بعيد الهلاوين بتحديث 2.8 مع مود الديناصورات اللي جديد. الشي اللي حكينا عليه في فيديوهات سابقة. والله نستعرض نحن ببعض ثانية شباب. راح نستعرض الباكجات. عفوا الاسكنات اللي يكون معنا بالرويال باس السيزون الثالث مع الرخصات. طلعوا الشباب هذا الماب الجديد. طبعا اللوجو الصورة. طلعوا شباب. والله شباب كتير حلو. متعوب عليها كتير كتير شباب. متعوب عليها كتير كتير. كتبونا بالتعليقات. واو واو واو! حلوة شباب. جرافوس تبعة. الدقة تابعتها كتير حلوة. طبعا الجرافوس والدقة اللي عبصير في بوبجيو موبايل شباب عبتنسخ الاجهزة القديمة. يعني كل شى عنده جهاز قديم. الرحمات ضعيفة. المعالجة تبعو تنسخوا الناس خباب جاءت شباب طبعا هذه لعبة اكبر من هيك من كثير الجرافيس اللي ينزل على الألعاب ينسخ الموبايلات أو الأجهزة العظيمة بشأن الناس يشتري أجهزة جديدة هذه لعبة كبيرة معنا نحكيها الله بصدد نحن نحكي فيها شباب طلعوا شباب بالماب الماب الجديد واو شباب طلعوا شو يطلع من مرة يعني نار تطلع مثل قطعة نار تختفي وبناء نحساس عبد 2 هدم طلعوا شباب طبعا هاي مثك يعني نخيل انتو الماب مثك شباب طبعا بالسايكل 5 شباب متما كما شايفين عنا اللوجو سيزون الثالث الاكيد مية بالمية متما كم لاحظين عنا هذا السكين واو شباب شو هالسكين سكين كتير حلوها جات شباب سكين كتير حلوها هدول الرقصات عفوا الرقصات المثك اللي راح تكون معنا بالريالباس سيزون الثالث طبعا شباب عدد الجيتشات اللي عبتين زي معناها سكين السكار اللي راح تكون معناه بعض التطويرات Sakram كما كم لعظين عنا اسلاح الاسكي اس طبعا الصورة غير الاسلاح شباب الصورة غير الاسلاح طبعا عنا هادا الاسلاح كمان اوه هادا في اسلاح كمان تطويرات حلو شباب طبعا لسكين دراسك جمعي كلمس اشتابعه عنا الموت سيكل طبعا له سكين سكين ستوري طبعا هذا ظاهر معنى اضافة بالريالباس سيزون الاول بس ضفونا يلا هوني. طبعا شباب اسكني العربي. هذا هو كمان معنا اسكني العربي. بسكنيات ما عدت طلع شباب اسكنيات ما عدت طلع. ما يكم ملاحظين. طبعا شباب عدتضغط على السيارة عدتطلع لك الكلمسج تبع اليو بي ناين. الكلمسج تبع اليو بي ناين عدتطلع. تخيلوا شباب العقل. تشات عدتصيب نسخة البيتة. يعني شركة باج موباية حاليا شغالة عن نسخة البيتة يا شباب. الصديق الجديد. عنا الصديق الجديد شباب. طبعا هذا الصديق الجديد اه صديق الالف الجديد. طبعا اكيد يكون علي تفتيح باكجات. هدول الصور تكون معنا يا شباب. طبعا بشكل سريع لانه دول الصور حاليا موجودين. هاي الرقصة. الرقصات المثق والاسطوريات. ما كلهم يكون معنا برويال بس. شي اكيد طبعا شباب. في من هنا يكون معهم تفتيح باكجات. في من هنا يكون عليهم دولاب حظ يا شباب. تفتيح باكجات هو الاكتر. تحديث 2.8. راح يكون معنا اسكن الكار. عفوا للاي كام. مو الكار شباب. سلاح الاي كام. ديكو فعلي تطويرات. هذا هو سلاح شباب. الاي كام بتحديث 2.8. واو شباب حلو. والله الشباب رائع. طبعا. ما هو يعني ما هو الاسطوري كتير بس حلو لا بقس فيه. سكن لا بقس فيه شباب. طبعا هدا الماكس طبعا الاسكن. الليفل 7. الماكس طبعا الاسكن. هدا هو. الاسكن. الماكس لسلاح الاي كام بتحديث 2.8 يا شباب. كما يكون ملاحظين. سلاح الكروزا. طبعا شباب كتير بعد. يعني شباب ما بزهر معنا طبعا الكلمسيج تابعه. ما بزهر معنا بعض الاسلحة. واو شباب 8 تطويرات لهالاسلاح هدا. 8 تطويرات لهالاسلاح. انا تطويره وحده يعني اليو بي ناي ولا اي كام. هو شباب لكل مسيج تابعه. واو شباب حلو 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 رائع جدا. رائع جدا جدا شباب. طبعا فيه كتير اسلحة. فيه كم اسلحة يكون معنا بالريال باس بس فيه الاكتر اسلحة تكون علي تفتيح بك جات شباب. شوفي عنا كمان شباب. عنا الماب الجديد اللي راح يكون معنا بالريال باس السيزن الثالث. طلو شباب. طبعا ما نزلنا فيه. يعني تسعين بالمية شباب هدا ماب الزومبي الجديد. طبعا راح يطلع الزومبي من هون. بمكانك تنزل وتلود في له زمن معين راح ينتهي هدا الزمن لحتى يطلع الزومبي من هون او شو شو الحدس اللي راح يكون معنا شباب. حاليا ما ظهر معنا مية بالمية. راح نستعرض لكم اياه بفيديوهات تانية بازلها تعالى. فمتمنى يا شباب منكم اللايك. وتكتبوا لي بالتعليقات شو راييكون. طبعا شباب فيه زمن معين لازم انت تلاحق تلوت وبعد انتهي هدا الزمن هتدخل على احد البيوت هدولة. طبعا حتى السجرة اللي موجودة هونك اغصان وصلان الى هون داخل البيوت. طبعا شباب كتر اللوت بشبك خرطت في كين دي. كتر اللوت اللوت فيه كثير 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 يعني. طبعا شباب اغصان اللي وصلان الى هون. اكيد راح يكون فيه لوت او ديكون فيه حدث او ديكون فيه زومبي جديد. واو شباب واو طبعا. طبعا هاي خريطة اه رينجل بس لتلكون اللوت الفيه او الماب هو زاد فيه اللوت تبعه كثير اوي شباب. اللوت تبعه كثير كثير اوي شباب. لكم لاحظين. اكل حال شباب هدا اكمل رقع الفيديو. اهم الشيء شباب لا تسسونا من لايك. من دعاكم الجميل. بداني الفيديو. كما معكم اخوكم محمد. تابع القناة المافيا والسلام عليكم اشتركوا في القناة.